السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في اللقاء النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية فقدان الزاكرة للفتاه العزباء وهنقول مع بعض بقى كده ان الفتاه العزباء اللي كانت في الواقع مخطوبة وفسخت خطوبتها وشافت بقى رؤية في المنام ان هي كانت فاقدة الزاكرة وان الزاكرة رجعت تاني ليها وكانت سعيدة وفرحانة فالرؤية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضها عن خطبها الأولاني اللي هي فسخت خطوبتها عليه بشخص جديد هيكون أفضل وأحسن لها في الواقع والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول برضو ان الفتاه العزباء اللي كانت مخطوبة في الواقع وفسخت خطوبتها وشافت رؤية في المنام ان هي كانت فاقدة الزاكرة وان خطبها السابق هو اللي بيحاول يرجع لها زاكرتها في المنام أو بيفكرها بالزاكرة الأديمة أو بيفكرها بالأحداث الأديمة وفعلا زاكرة بتاعتها رجعت تاني داخل الرؤية فالرؤية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها ان هي هترجع تاني وتتصالح مع خطبها السابق وتتزوج منه في الواقع أما بقى ان الفتاه العزباء اللي لسه بقى ما تخطبتش وشافت ان هي اتأخر عليها شوية الزواج وشافت رؤية في المنام ان هي كانت فاقدة الزاكرة وان فيه شاب داخل الرؤية ما تعرفوش فقرها بالزاكرة أو ان هي رجعت لها الزاكرة تاني أو هو اللي رجع لها الزاكرة تاني فالرؤية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها على ان الفترة المقبلة هيتقدم ليها شاب كويس جدا وستتزوج منه في الواقع والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله